كيف كون؟ إن شاء الله هتكونوا خير حقيقة يعني بصراحة يا برج السرطان في منكن اللي حاسس حالي وحيد من الوضع يعني قافل على كل شي وخلاص دار ظهره وكأنه فقد الأمل ويعني أنا بشوف أنه يعني بعده بيحب الشخص هذي بس عم شوف حالته يعني حاسس بالوحدة فممكن يكون الشخص هذي يعني متزوج المطالع للورقة هيدي كتير أو تزوج ولكني شايفها بعده متمسك فيك يعني ومتمسك يعني إذا كان حدا تاني يعني متمسك في طرف التاني فممكن يكون مش قادر يعني ممكن يكون يعني مش قادر يختار بيناتكم أو بفكر بالزواج منك يعني وفي وجود الطرف الثالث لإني شايفك تعرضت لخيبة أمل كبيرة خلتك تبعد وتتغير وكأني شايفك مخبي يعني مخبي بيختفي ومخبي حزنك جواتك كأنك حدا وحيد كأنك بغرفة وما حدا قادر يساعدك يعني أنا حاسة أنه الشخص هذا يعني محتاج مساعدة ودعم كأنك عم تسأل حالك ليش صار معي أنا هات الشي ليش حضي هيك ليش كل ما بلش الشغلة هذي يعني يعني بيصير هيك ليش ما في حض وليش ما في حض ساعدني والشخص هذا شايفه كأنه عارف أنه سبب لك حزن حقيقة حقيقة شايفة يعني عم شوف في حسرة بقلبك كأنها يعني مخلية مكان لليأس شايفة الماضي مؤثر عليك أو الظروف اللي حواليك حاسك يعني حابب تغتاح كأنك رايد تروح على مكان تكون فيه لحالك لتغتاح يا برج السرطان وتستشفي وتضم حالك بحالك لأنه هذا هو الشي الصح أنت لازم تعمل استشفاء لمنكم اللي في الوضع هذا لازم أول شي تعمل استشفاء لحالك وتحب حالك فاحب تبشرك أنه فيه تغيرات جاية بطريقك يا برج السرطان فشو بيقلك تتعرف الوضع هذا أنه المساعدة حواليك وأفضل شي تعمل هو أنك تتقرب من الله وتدعي وتعمل مديتيشن يعني تدعي يعني من قلبك جواتك وتفكر تفكير إيجابي وبرد النظر عن الشغلات اللي صارت لأنه في النهاية الحزن ما رح يزيدنا غير مشاكل مرض وقلاق يعني ما رح يخليك تشوف الشغلات والفرص اللي عم تمر من جنبك فاحب أقولك أنه فيه تغيرات جاية بحياتك يا برج السرطان لأنه طالعا لك ورقة الشمس طالعا لك ورقة الشمس فيه أحداث وشغلات إيجابية جاية بطريقك وهي علامة على فرحة لأنه جاية لك ورقة الشمس ورقة الحب رح وريها لك يا برج السرطان أنا صحبت أبرك تقنينيه حتى في السرق طالعا لك ورقة الحب يا برج السرطان وراء ورقة الشمس فيه يعني شغلات حلوة جاية بطريقك وفرحة فالشمس رح تطلع ورح تضيء ورح تضوي طريقك يعني إما ستصبح العلاقة هذه أكثر انفتاحا أو أنها ستنتهي للسماح لعلاقة أفضل للحصول عليها لأنه الشمس هي تشير إلى أشياء إيجابية احتفال ممكن خطوبة عمل يليق مقامك زفاف وفي شيء يعني فيه باب يا أرشي على ورق المكانون فيه باحب رح ينفتح لإلك يعني الأمور إجت مرتبة يعني ما معقول تكون صدفة يا برج السرطان فيه باب رح ينفتح لك ويجا فوق الشمس فيه باب رح ينفتح لك ففيه بداية جديدة أو رح تلتقي يعني مع شخص قريبا شخص جريد وهذا الشخص وفيه يوفر لك شعورا بالأمان والاستقرار خليني شوف طاقتك يا برج السرطان حقيقة رح حط الأوراق عشان تشوفوها رح ورينها للكون في الشيفة كأنه عم تفكر فيه عم تفكر بناس من الماضي ناس كنت بتحبهم ممكن تكون العيلة لأن هذي قراءة عامة ممكن تكون العيلة أو شخص أنت حبيته يعني كأني حاسة أنه الشخص هيدا متزوج أو أنت بعلاقة ولاتية لأنني يعني حاسة أنه الشخص هيدا يعني كأنه غير متزوج طاقة ولاتية لأنه شايفك غير راضي غير راضي يا برج السرطان تماما على الشيء اللي صار يمكن لأنه كانت عندك أمنية ضاعت لأني شايفك كأنك عم تفكر بموضوع يا برج السرطان يا برج السرطان كأنك بمفترق الطرق أو عم تفكر بحيدا بعيد عليك اكتشفت سواء أنه متزوج أو على علاقة بشخص تاني لأني عم شوف في مسافة بي يعني بيناتكم احتمال كل واحد يكون في بلد أو محافظة يعني المهم في مسافة أو الشخص هيدا بعيد عليك وطلع من حياتك ولكني شايفة بعده في تواصل فأكأنني حاسة أنه أنتو صلميت طلع لكون ورقة مرتين يا برج السرطان برج حنون شايفك رح تأخذ موقف وهذا هو الشي الصح في عندك بداية جديدة في بداية جديدة جاية بطريقك فممكن مع شخص جديد يعني أو شخص من الماضي يعني بعيدتهم بعض يعني هيك ولسه في ذكرى شايفة كأنك يعني عم عم تطالب يعني بعدالة أو بحكم عم تستنى شي قرار شايفك أنا يعني مرتبط بالماضي وبعدك قاعب قابع فيه يعني كأنه لسه ما طلعت من الماضي بشكل نهائي كأني عم شوف في حالة حالة من الافتقاد يا برش السرطان شايفك بيتراقب الشخص هيدا وشايف انه الفرح كذلك في من كون اللي عم شوفه تجاوز الوضع هيدا وصار الموضوع ما عم يفرق معوه وصار عم بيفكر بحاله وبحياته وانا بهني الناس اللي بصلوا للنقطة هيدا خلينا نرجع حب أقول شي كأني عم شوف يعني فيه من كون اللي متطلقين والشخص هيدا كأنه عم بيفكر يرجع للكون فهي احتمالي كون تكون شي شغلة بالموضوع هيدا بالأيام الجاية للناس اللي متطلقين القراءة هيدا رح تبتدي من من 22 إلى عشرين أو زيادة شوي في الشهر اللي وراه يعني نوينبير يعني لأني عم شوف الشغلة هيدا ويردي عندي كتير رح نرجع لنكمل فمثل ما قلت لك وورقة الشمس كذلك قد تشير إلى فرصة جديدة ستغير مسار حياتك يا برج السرطان إنه شايفة عندك في بداية جديدة وفي تجاوز العراقيل كانت واقفة بطريقك رح تتجاوزها أو كانت واقفة بالعلاقة يعني ممكن تكون شي عراقيل واجهتك يعني شغلات بالعلاقة هيدا يطعها لك ورقة السبن مع إني شايفة في ناس يعني بعضهم شايفاهم متعلقين يعني مثل ما عم تشوفوا متعلقين بشغلة ممكن يكونوا متعلقين بشي حاضة من الماضي أو عم تشوف الموضوع هذا معاقد وأنا برجح الموضوع هذا أكثر هذا بيقلك الورق يا برج السرطان يدعوك الورق إلى التفاؤل والإحساس بالثقة والشجاعة واتخاذ الخطوة التي التي يتطلب منك القيامة بها الآن فكر في اللحظة هيدا ما تفكر يعني بشغلات لسه جاية بطريقة فممكن الأمور ستنقلب لصالحك واتخاذ يعني الخطوة التي سيتطلب منك إنجازها يعني اليوم يعني إنجاز الأمور وإنهاء ما بدأت في عندي أبراج حاب أقولون بشمنزا يعني كل الأبراج صراحة موجودة بس عم شوف الطاقة الهوائية كثيرة طاقة ترابية آآ تور عزراء آآ البرج الثالث ميزان كذلك آآ الميزان صراحة موجود معنا ميزانيات موجودات عننا في برج القوس والحمل والأسد الأسديون كذلك التوريون الجري قلوني شوف الجوزاء صح الجوزاء موجود الدلو العقرب صراحة كل الطاقات موجودة بس شايف الحمل الثور الثور الأسد الميزان الجري الجري العضراء الجوزاء يعني فيه طاقات أكتر ففيه ففي عندك بداية جديدة مع شخص تشعر معه بالأمن والاستقرار يعني لأني عم شوفت لأنك قادر على تخطي العقبات ولكني يعني شايفة أنه الحبيب يعني متمسك يعني موقفه وبيفكر فيك فكأني شايفته أصبح بعد الشي اللي صار أكتر حكمة واتزان كذلك شايفة الشخص هذا يعني كأنه تعبان من موضوعه فإذا كان متزوج فهو يعني تعبان من الوضع هذا وشايفان بفكر بالزواج بفكر فيك حقيقة فممكن يكون بفكر يعرض عليك زواج يا برج السرطان لأني شايفاه غير راضي عن الشي اللي صار الشخص هذا غير راضي عن الشي اللي صار في من كون لمطلقين وحاملين مسؤولية تقيلة شايفاهم يعني أصبحوا منغالقين على أنفسهم وبعدهم عم بيراجعوا الشغلات اللي صارت ولكني شايفك كأنه بعده في مشاعر يعني عندك تجاه الشخص هذا فالورق بيدعيك إلى التقرب إلى الله والصلاة والدهاء ويدعوك للنظر إلى ما حولك خارج الأفكار السلبية لأنه بيقلك أنه في تغيرات إيجابية جاية بطريقك وفي عندك بداية جديدة فلا تترك الفرص يعني تضيعوا منك فحقيقة في منكم اللي اللي ما كان متوقع أنه الحبيب رح يعرضه لخيبة أمل سواء كانت خيانة أو حبيب تركك أو اختفى أو اكتشفت طرف ثالث أو الشخص هذا تخلى عنك لأنه شايفاك بعدك متأثر بالشي اللي صار واخد جنب كأنك مش مستوع بالشي اللي صار شايفاك يعني بعضت عن التجمعات وحتى عن الناس يعني في منكم اللي بعد عن الناس والتجمعات لأنه الشخص هذا يعني كأنه كان مهم عندك وصلت عم تفكر بحالك يعني شايفاك متضايق زعلان يمكن لأنه الشخص هذا يعني أنت عملت شغلات كثيرة علشانه أو حبيته بصدقة وكنت شايفه شغلة كبيرة أو العلاقة أو العلاقة أخذت وقت يعني السنة أو تجاوزت أو سنوات يعني ولكن رغم هذا الشي يعني إحساس بالإفتقاد فأنت مفتقد الشخص هذا يعني حبيته كثير وكان بالنسبة لإلك شغلة كبيرة ولكن أحب أنك رح تطلع من الإدمان هذا من مشاعر الإدمان والطاقة السلبية اللي كنت فيها ورح تنهي الصراعات اللي كانت عم تتعباك وكذلك طلعت لك يعني ورح تخلص من الشغلات هذي اللي تعبات كذلك شايف يعني رح تنهي التعلق أو التفكير في العلاقة كنت فيها تعبان يعني خلاص رح توقف على رجليك كأنك رح تطلع من علاقة غير صحية لا تشعر فيها بنفسك كأن الشيفاك ماشي بطريق غير واضح وجيتك ورقة إليمينيشن الورقة هذي في عندها معنى كبير فهي تدعوك للتأمل لأنه لأنه بيقلك أن القط مثل ما بتشوفه هون القط قاعد القط يعرف أن الشمس هي الشمس وهي تغذي تغذي كل الكائنات وتوفر الدفء هو لا يشكك في وجودها إنه إنه يتأملها فقط أحيانا تكون الإجابة مباشرة أمامك فيجب أن تتأمل بداخلك يعني أن تتأمل الشغلات لجواتك وسوف تشعر أن كل شيء يتناسب فجأة معك دون فعل أي شيء بطريقة مختلفة فلا فسر الفكرة هذه أكثر يعني باللغة العربية فسوف تشعر أن كل شيء يناسبك فجأة تماما دون فعل أي شيء بطريقة مختلفة فأنت يعني بصدد إيقاظ شيء ما بداخلك يعني في شيء رح رح تكتشف جواتك بإلك فقط ألقي نظرة وشعر بالضوء الذي يشع بداخلك إنه موجود إنه موجود وكان دائما فقط تذكر ذلك الورقة هذي عنده معنى كبير لإلك يا برج السرطان وهي ما إجت صدفة لإلك يعني في رسالة يعني إنت جواتك في شغلة إنت لازم تكتشفها فعموما شايفاك منتصر يا برج السرطان بعد خيبة أمل وفي عندك بداية جديدة وأخبار جديدة يا برج السرطان بالرغم من الشغلات اللي صارت وبالرغم من أنه ورا الورقة عم شوف في منكم اللي مطعون يعني برغم الصيوف أو الظروف اللي صارت عم تطيح الشتوية وهذا فالخير عليك يا برج السرطان شو شو طالع لك بعد طالع لك في بداية جديدة جيدة بطريقك فبديك تتفائل بدي بديك يعني تغير الشغلات اللي جواتك حتى مهما كانت الضروف وفي أخبار حلوة شفت في أخبار حلوة جيتك يا برج السرطان إن شاء الله فأنت قادر تتجاوز الوضع أيا كان يا برج السرطان حقيقة أنا طولت في القراءة هذه لإني سحبت أوراق كثيرة يمكن نص الأوراق أنتم ما بتشوفوها لأنه شوية هيك الأوراق دخلتهم مع بعضهم فإن شاء الله خير يا برج السرطان في شغلات حلوة جيبة بطريقك بديك تتفائل لأنه عم طول عم شوفت في السرطان ياس بيقولوا ما في هيك وصار هيك وصار هيك إن شاء الله خير يا برج السرطان لأنه مهما طال الليل أكيد بيطلع الصبح على كل الناس وأكيد ما في شي بيضلع حاله بس الشغلة الوحيدة اللي بدي إلك أنه بديك تتفائل وتفكير تفكير إيجابي لأنه دائما بيقولوا ما تفكروا به هو ما سوف تحصلوا عليه فالقراءة كثير مبشرة وإن شاء الله خير يا برج السرطان وتحية للسرطان والسرطان